أهلا بكم في أجمع قناة ملخصات أفلامنا أكشن ورعب وغموط جامد جدا وعايزين تفاعلكم معنا عشان مفيش تفاعل على القناة وقبل ما نبدأ الفيلم صلي عنا بيدوس لايك ولو ما اشتركتش في القناة انزل اشترك هتلاقوا ملخصات جامدة جدا ويلا بينا فيلمنا بيبدأ مع بيل وهي رايحة مع بابا عشان ينقلها المدرسة الداخلية للبنات وما بتكون مديرة المدرسة الجديدة هي عامتها سوسا والأخت الكبيرة لباباها واللي ما شافوهاش بقالهم عشرين سنة ولما بيوصلوا المدرسة بيبانى على بيل انها قلقانة وخايفة من كل حاجة وخصوصا ان المدرسة شكاها قديم جدا وبيلاقوا السكرتيرا وبعدها بيسألوها عن سوسا وبيعرفوها بنفسهم فبتتصل بيها السكرتيرا وبتنزلهم سوسا وبتلوم أخوها عشان ما سألش عنها ولا سمعت صوته طول السنين اللي فاتت وبتخضهم وبتطلع لمكتبها وبتسأل كاميلة أخوها عن السبب اللي خلي ينقل بنته من مدرستها فبيقول لها ان ما كانتش مراحة مع المدرسين اللي هناك فبتطمنها كاميلة وبتأكد لها انها ترتاح معاهم وبتقول لها ان الطلبة والمدرسين عندهم منسجمين مع بعض وبعدها بتوري كاميلة الأخوها ورق الضريب اللي على المدرسة لانه بيطلب منها تعمله خاص مع المصاريف لكنها بترفض وبيفضل يتناقشوا كتير في الفلوس لحد ما بيتفقوا أخيرا وفجأة بتشوف بل من الشباك بنت من الطلاب مربوطة وكأنهم بيعذبوها فبتخف وبتتوتر جدا وبتقول لباباها انها مش عايزة تفضل هنا لكن بيهديها وبيطمنها وبيقول لها ان الوقت هيمر بسرعة ومش هتحس بيه وبيودعها وبيمشي وفي الوقت ده بيرن الجرس وبينزل كل الطلب على السلم بالدفاع وفوضى وبتبقى بل واقفة تتفرج عليهم من بعيد وبعدها بتشوف بنت اسمها كيلي وبيتعرفوا على بعض وبتقول لها انها رئيسة الطلبة وبتاخدها كيلي وبتعرفها على بنات أصحابها وبتلاحظ بل انهم مقسمين نفسهم لمجموعات وبالليل بيعملوا فيها مقلب وبيبوظلها هدومها فبتضطر انها تروح تاخد شاور لكن بعد ما بتخلص بتتفاجئ انهم سرقوا هدومها وكمان بيصوروها وهي مش عارفة وبتخرج بل تجري من الحمام وهي بتغيط فبتتزحلق وبتوها على الارض وبيتحكوا كلهم عليها فبتتديق أكتر وبتكرر تتصل بباباها وبتطلب منه ان يجي علشان ياخدها وبتحكي له عن اللي عملوا معاها أصحابها في المدرسة لكنه بيقول لها انهم كانوا بيهزروا معاها وما كانوش يقصد يضيقوها وبعدها بيعمل نفسه مستماعه وبيقفل التليفون ويتاني يوم بتوصل للمدرسة مدرسة انجليز جديدة وأول ما بتوصل بيرموا عليها الطالبات مية وبيبهدلوا لها هدومها ولما بتدخل للمدرسة وبتقابل كاميلا مديرة المدرسة بتقول لها انه عارفت ان فيه اربع مدرسين انجليزي سابوا المدرسة في فترة قصيرة فبتقول لها كاميلا ان ده بسبب اهمالهم وبتاخد عشان توريها المدرسة وبتعرفها على زميلها المدرسين وبتستغرب المدرسة وهم طالعين على السلم من الفوضى اللي هي شايفاها حواليها وان ما فيش اي نظام في المدرسة ولا حتى في الفصول ده غير الحاجات الغريبة اللي بيعملوها وفي الوقت ده بيبقى جيفري وزير التعليم عام الاجتماع وبيكرر ان يزور اسوأ مدرسة موجودة في المدينة عشان يبدأ يصلح من سلوك الطلاب فبيقول له انه لازم يبدأ بالمدرسة دي وبيكون في واحد من المشرفين بيتوتر جدا اول ما بيسمع اسم المدرسة لانه راح قبل كده من خمس سنين وبينصح الوزير انه الاحسن ليه ما يروحش هناك بنفسه لكنه بيصمم وبيقول له انه يقدر يصلح اسوأ مؤسسات كان فيها فوضى وبيكرر انه يعمل زيارة للمدرسة دي ولما البنات بيعرفوا اللي في المدرسة بالزيارة بيقفوا يستنوا الاوتوبيس اللي جاي معا من المدرسة التانية وبيعملوا فيهم مقلب وبيحدفوا عليهم حاجات وبينزل الطلبة والمدرسين من الاوتوبيس وهم متضايقين جدا من اللي حصل وبيكون منهم بنت الوزير وبيحاول باباها انه يهديها وكمال واحدة من المدرسات بتقوله انه هم مجانين وانها قبلت مديرة المدرسة دي قبل كده وكانت اسوأ من الطالبات نفسهم فبيقولها جيفري انه هيفزل جهده علشان يغيرهم للأحسن زي ما عمل مع غيرهم ولما بيدخل المدرسة وبيقابل سوسا بيدفقوا هما الاتنين لانهم كانوا يعرفوا بعض من ايام الجمعة وبتتفاجئ سوسا لما تعرف انه بقى وزير التعليم فبيقولها جيفري انه سمع عن مدرستها كلام وحش جدا وان ما فيهاش تعليم ومليانة فوضى فبتقوله انها مش عايزة باسلوبه ومنهجه المحدود اللي هو فرضوا عليهم وبيبدأ الفريقين يلعبوا قصاد بعض وبيدهم المشرفين التعليمات ان ما يكونش فيه غش في اللعب ولا حد يتخطح دوده مع المنافس ليه وفي نفس الوقت بيروح جيفري يشوف المدرسة والفصول وبيلاقي انها اغرب مدرسة ووزرها بسبب الحاجات المرعبة اللي الطلبة بيعملوها واول فصل بيدخل وبيشوف طالبة مربوطة متعلقة على الحيطة وفي غرفة الرسمة بتكون كل الرسمات اللي رسمينها مخيفة جدا ومش طبعية وبعدها بيدخل قوضة مليانة حشرات كتيرة وزواحف وبيدخوا بيجري بسرعة برى القوضة وبيروح لغرف التغيير الملابس وبيستخبى لما بيشوف البنات جايين لكن فجأة موبايله بيرن فبيكتشفوا ان في حد موجود معاهم وبيشوفوا هواقف ورص طارة فبيرموا من الشباك وبيقع في حمام استباحة وفي الوقت ده بيكون المطش لسه شغال وبيكونوا طالبات خسرانين لان مستوام اقل من المدرسة التانية فبيكرروا انهم يغشوا في اللعب علشان يكسبوا ومش بس كده دول كمان بيلعبوا بعنف وبيكسروا كل قواعد اللعب وبيضربوا طالبات المدرسة التانية وبيشوف جابري بنته هما بيحطاه في عربية الاسعيف وقبل ما يمشوا بتودعوا كاميلا وبتقولوا اكيد هيتقابله تاني وبعدها بيوصل للمدرسة الموظف من الدرايب فبتحاول كاميلا انها تتهرب منه بس مش بتعرف ولما بيشوفها بيقولها انها تأخرت جدا في دفع الدرايب اللي عليهم وبيديها مغلق اربع اسابيع بس ولو ما سددتش المبلغ المطلوب منها هيعلنوا افلاس المدرسة ويقفلوها ووقتها بتكون الطالبات سماعين وشايفين كل اللي بيحصل عن طريق الكاميرات اللي زرعينها في كل مكان في المدرسة وبتروح كيلي للبنات الصغيرين اللي عاملين فوضى وبيتسكتهم وبتقولهم ان المدرسة هتتقفل فبيفرحوا بيعملوا دوشة اكتر فبتتعصب كيلي عليهم وبتقولهم يفهموا ان المدرسة لو اتقفلت وقتها هيروحوا مدارسة عادية وهيتحرموا من كل الحاجات اللي بيعملوا هنا بحرية وبعدها بيقصل بابا بيل للمدرسة فبتجري عليه بيل وبتكون فاكرة انه جاي علشان ياخدها لكن بيقولها انه جاي لسوسن عشان يتكلم معيها ولما بيشوفها البنات بيقولولها انهم هيساعدوها تسمع وتشوف اللي هيقولوه وبيسبتوا كاميرا في الكلب بتاع سوسن وبيدخلوه المكتب وبتسمع بيل بابا وبيتفق مع عمتها انهم لازم يبيعوا المدرسة بسرعة ويقسموا فلوسها قبل ما البنك يحكز عليهم ولو قدروا يعملوا كده هيكسبوا هم اللي اتنين لكنها مش بتوافق ان البنات اللي بيدرسوا عندها واللي بتحبوهم وبتعتبارهم زي بناتها وكمان بتسألوا عن بيل فبيقولها انها مش فرقة معاه وانه اصلا مش متأكد اذا كانت بنته ولا لأ فبتتصدم بيل من كلامه وبتضايق جدا وبيكرر البنات انهم لازم يفكروا ويشوفوا حل بسرعة عشان المدرسة ما تتبعش وبيقولوا المدرس اللي عندهم اسمه فلاش وهو بيديهم درس الجريمة وبيطلبوا منه انه يساعدهم وبتعرض كيلي عليه انهم يسرقوا لوحة اصلية من المدحف ويبدلوها بوحدة من اللي مرسومة متعلقة عندهم في المدرسة وبيعملوا نفسهم رايحين رحلة للمدحف عشان يدرسوا المكان كويس ويشوفوا مكان اللوحة اللي هم هيبدلوها وبيحطوا كاميرا في الدبدوب وبيصور كل جزء في المدحف وبيعرفوا بالصدفة من مدرسة الانجليزي بتاعتهم ان في مصابة كبيرة مدرستهم هتشترك فيها قريب وهتتعامل فقاعة المدحف وهتطارد على التلفزيون فبيفرحوا جدا لان كده مهمتهم بيتأسهل وهينتهزوا الفرصة ويدخلوا يسرقوا اللوحة وبيرجعوا تاني على المدرسة وبتبدأ تشرح لهم الخطة وبتقسم على كل واحدة فيهم مهمتها عشان يبصللوا اللوحة وازاي هيتفادوا كاميرات وأجهزة الانذار لكنهم بيبقوا شايفين الموضوع صعب وانهم ممكن يفشلوا بنسبة كبيرة فبتقولهم انهم لازم هم اللي يكسبوا المسابقة عشان محدش يشك فيهم ده غير ان ده يساعدهم انهم يحفظوا على المدرسة وبتكون سماعهم جي جي واللي كانت رئيسة الطلبة في السنة اللي قبلهم وبتقولهم انها اشتركت مع دفعتها في مصابق التحدي المدارس وعندها معلومات كتير وممكن تفيدهم واول نصيحة بتديه لهم انهم يلبسوا نظارات عشان يبينوا انهم مجتهدين وبعد ايام بتبدأ اول جولة من المسابقة وبيكرروا الطلبات انهم يحطوا للطلاب المنافسين مادة في الشي تخليهم مش فوعيهم عشان ما يعرفوش يجاوبوا على اي سؤال وبكده يفوزوا هم في المسابقة ويوصلوا للجولة اللي هتبقى في المدحف ومن ناحية تانية بيبقى جيفري قاعد مع الموظفين في اجتماع وبيتفق معهم انه يرتب زيارة تانية للمدرسة وبيقولهم انه مش هيشجع قرار افلها لكنه عايز يعلمهم الدرس ويخليهم يبقوا ملتزمين زي يوم زي اي مدرسة عادية وفي الوقت ده بتكون بتتكلم مع فلاش وبتطلب منه ينتحد شخصية حد الماني ويروح يكنع باباها انه يشتري اللوحة ويتاخد منه الفلوس وتديها لعمتها علشان تدفع فلوس البنك والمدرسة ما تتقفلش بس فلاش بيرفض ولما بتسمعهم كيلب تقنعه وبيوافق وبيكون البنات الكبار في المدرسة والبنات الصغيرين عشان يرقبوا المدرسة من فوق المبنى وبيبلغهم لو في اي حد جاء فجأة وفي يوم بيشوفوا وزير التعليم جاي من بعيد فبيروحوا بسرعة يبلغهم عشان يلحقوا يرتبوا كل حاجة ويبقوا مستعدين وبيوصل الوزير لكن المرة دي بيبقى جايب مع صحفيين كتير وبيقولهم انه هيفضح المدرسة وكل اللي شافوا عندهم من مرة اللي فاتت لكن المفاجأ انهم لما بيدخلوا بيفتحوا الفصول بيلاقوا كل حاجة طبيعية جدا والمدرسين وقفين بيشرحوا ما فيش اي فوضى او حاجة غريبة وبعدها بيدخل قدة الرسم وبيلاقوا كل الرسومات المخيفة اختفت والطلاب بيرسموا رسومات عادية وبتشوفوا بيلو وبتطلع تتكلم معاه وبتقولوا انها كانت في المدرسة اللي فيها بنته وانها قزيتها وكانت بتتنمر عليها دايما وبيسألوا الصحفيين اذا كانت مرتاحة في مدرستها الجديدة ولا لأ فبتقولهم ان كل الطلبة هنا متعاونين وحسة انهم اهلها وبعدها بيشوف الوزير كميلة وكالعادة كلب بتاعها بيكون معاها وبيمسك الكلب في رجل جيفري فبيزقه بعيده بيرفع رجله وفجأة بيطير الكلب وبيقع من الشباك وبيموت وبتعزن علي كميلة جدا وبتدفنه في المدرسة اللي انها كانت بتحبه وتاني يوم بتكتب كل الجرايد عن الوزير اللي كان بيعمل زيارة للمدرسة وقت الكلب ولما بيرجع الوزير الوزارة بيتعصب عليه رئيسه لان مش دا الخبر اللي كان مستني يشوفه في الجرايد بعد زيارته للمدرسة وفي الوقت دا بيبدأوا البنات يحبوا بيل وبيعتبروها واحدة منهم وبعد الكلام اللي قالته عنهم بيغيروا شكلها بالمكياج وبيخلوها شباههم وبيروح فلاش لوالد بيل وبيمثل عليه انه هو الماني وبيقوله عن لوحة وبيعرض عليه يشتريها وبعدها بتبدأ الجولة التانية من مصابق التحدي المدارس اللي بتتعامل في المتحف وبيروح جيفري علشان يشجع المدرسة اللي فيها بنته وبيبدأوا البنات يقسموا نفسهم عشان يوصلوا للوحة اما اللي بيشاركوا في المسابقة فبيتفقوا مع واحدة صاحبتهم تقولهم الإجابات في السماعات اللي في ودانهم وفعلا في بداية المسابقة بيجاوبوا كل الإجابات صح وبيبقوا كسبانين لحد ما جيفري بيشك فيهم وبيعرف ان في حد بيقولهم الإجابات وبيروح يقطع سلك السماعات وساعاتها هما مش بيعرفوا يجاوبوا وبتضطر واحدة بينهم انها تنسحب من المسابقة وبتروح وراها المدرسة بتاعتها وبتشجعها وبتقول لها انها زكية ولو فكرت شوية هتعرف الإجابة من غير ما تغيش وبتقنعها انها ترجع تاني وبتقدر البنت انها هتجاوب صح وبتفرح جدا لانها أول مرة تجاوب من غير غيش وفاجأة بيشوف جيفري الحبل فوق اللي في السقف وبيبدأ يشك فيهم وبيسيب القاعة وبيخرب ولما بتلاحظ بيل بتروح بسرعة تقول لها عمتها فبتخرج كاميلة وراه وبتفضل تتكلم معها لشان تعطلوا ما يكشفش البنات وبتطلب منه انهم يروحوا يشربوا حاجة مع بعض وبتحط لهم منوم في الشاي ووقتها بتبقى كيري وأصحابها وصلوا للمكان اللي فيه اللوحة وبيخضوها بحذر من غير مجهاز الانظار يكشفهم لكن لما بيجوا يرجعوا بيعدي البنتين من الحبل اللي في سقف القاعة وفجأة الحبل بيتقطع وما بتعرفش كيري تعدي وبيتوتروا جدا لانهم بيخافوا يتكشفوا وبالصدفة بتشوفها كاميلة وبتروح تساعدها وبتثبت لها حبل جديد وبتاخدها وبتنزل وفي اللحظة دي بيعلنوا في وزي المدرسة وبعد أيام بينتشر خبر سرقة اللوحة في كل الجرائد وبياخدها بابا بيل وبيدي لفلاش الفلوس لما بيتأكد انها عن اللوحة الأصلية لكن لما بيركز فيها بعد ما فلاش بيمشي بيتصدم وبيعرف انها تقليد وبعدها بيعلن المدحف انهم استردوا اللوحة من مجموعة الطالبات كانوا مشاركين في المسابقة وانهم لقواه في غرفة تغيير الملابس وبيديهم المدحف مجافأة كبيرة وبتعمل المدرسة احتفال كبير لانهم هيقدروا يسددوا كل فلوس البنك والمدرسة مش هتتقفل والغاية هنا بيخلص في المنا النهاردة أتمنى تشاركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد سلام